الرياضة مهمة للجميع في جميع أيام السنة خصوصا لمرضى السكري وفيما يتعلق بممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك فننصح مريض السكري بممارسة الرياضة الخفيفة إلى المتوسطة ولا ننصح بممارسة الرياضة ذات المجهود البدني القوي أو العالي وننصح بتجنب ممارسة الرياضة خلال الساعات الأخيرة من فترة الصيام وذلك لتجنب حصول هبوط لمستوى السكر الإجهاد البدني أو الجفاف وممارسة الرياضة في فترة المساء تساعد المريض على ضابط مستويات السكر لذلك ننصح المريض بممارسة الرياضة بعد ساعة إلى ثلاث ساعات من وجبة الإفطار وننصحه في هذه الحالة بحمل سكاكر أو شراب محلة للاستخدام في حالة الإحساس بهبوط السكر حبيت أشارككم بنتائج دراسة أظهرت أن المرضى اللي كانوا أكثر التزام بممارسة الصلاوات المستحبة أثناء الليل مثل صلاة التراويح صلاة القيام كانوا أكثر قدرة على التحكم في مستوى السكر والحصول على مستوى سكر تراكمي أفضل